طيب نيجي بعد كده عايزين نبدأ نعمل فتح المساحة عامل جديدة جوا برنامج فوتوشوب 2020. ازاي نعمل الكلام ده? هروح هنا من قيمة فايل واختار امر اسم نيو او كنترول اند. دوس كليك المنظر ده فتلاحز كده فتحت معك ديالج بوكس بالمنظر ده. تعالك نشوف ديالج بوكس ده حتة حتة ونعرفه عبارة عن ايه. طبعا البرامج الفوتوشوب من اول لفين وسبعتاشر لغاية لفين وعشرين. يعتبر ديالج بوكس ده او الشكل بتاع الفا هو متشابه جدا في الاصدرات دي. ولكن اهدا من كده هيكون شكله مختلف شوية ولكن هو تقريبا نفس الاعدادات. ولكن بس ترتبها مختلف شوية. طيب. اتلاحز هنا. لما باجي هنا عادة اليمين. اتلاحز هنا في حاجة اسمها بريسيت ديالز. تمام? وهنا ببتدي تكتب اسم ملف. اكتب اي اسم انت عايزه. تمام? بعد كده في حاجة اسمه الويتس والهيت. الويتس معانا العرض بتاع الملف وارتفاع الملف اللي هو الهيت. بتختار العرض في الارتفاع وتكتب المقاسات اللي انت عايزها. ولكن اهم حاجة في المقاسات يا جماعة هو الوحدة اللي بتستخدمها. هنا الوحدة عندي انش او موصة. لما دوس كليك هنا فتلاحز ان هنا في عندي وحدات تانية. زي البيكسلز زي السنتيميتر زي مليميتر والبوينت والبيكس. تمام? فانا مسلا غالبا في الطباعة بتكون عندي وحدات السنتي وفي الحاجات بتاعت الويب بيكون غالبا عندي بيستخدم وحدة البيكسل. تمام? تمام? طيب. في كمان عندي حاجة تاسمها orientation. orientation معناها اتجاه فتح الملف. حتى باين من الايكونة بتاعته هنا. هنا معناها الملف هيتفتح بشكل طولي. هنا معناها الملف هيتفتح بشكل عرضي. بس مش اكتر من كده. وفي هنا حاجة اسمها artboards. ودي معناها ان ممكن نعامل في الملف اكتر من مساحة عمل. تمام? وفي بقى حاجة مهمة جدا جدا عندي اسمها resolution. resolution دي يا جماعة معناها الجودة. الجودة اللي بيختصار آآ يعني كل ما resolution يكون اكبر عندي في الملف. كل ما تكون الجودة بتاعتي احسن. في الواقع ان فيه ارقام آآ معينة متعرف عليها احنا كمصممين بنستخدمها في الشغل بتاعنا. طيب ايه الارقام دي? انت عنك رقم تلتمية مبدئيا بيستخدم في لو انت هتم حاجات للسوشال ميديا او حاجات مش هتطبع. او في المطبوعات الصغيرة زي الكروت الشخصية وزي فلايرات وزي البروشورز. فالحاجات دي بنستخدم غالبا فيها رقم تلتمية. والواحدة بتكون يا جماعة التمييز بتاعها بيكسل لكل انش. بيكسل لكل انش. مش بيكسل لكل سنتي. بيكسل لكل انش. اه في المطبوعات المتوسطة زي مثلا رول اب. تمام? فبنستخدم غالبا رقم مية وخمسين. في الروزيليوشن ده. تمام? طيب في المطبوعات الكبيرة يعني زي مثلا البنارات الاعلانية الضخمة اللي بتبقى مثلا ثلاثة متر في واحد ونص متر او اكبر من كده. فبنستخدم فيها ارقام بتتروح من ستين لاتين وسبعين. يعني بنبدأ من رقم ستين لغاية سبعين. وممكن كمان تكون اقل من كده كمان. حسب حجم ملف. طبعا كل ما يكون الويتس والهايتي كبير. كل ما الروزيليوشن يكون اقل. فلو مثلا مثلا حاجة مثلا اه ثلاثة متر اه في واحد ونص متر. بتاع مثلا نشوف نعملها ازاي. بتاع نوس هنا نكليك على تمييز بتاعها ونختار الواحدة سنتيمتر. اول حاجة لازم بتتأكد ان تمييز بتاعك مزبوط. اختارها ثلاثة متر طبعا ثلاثة متر يعني ثلاثة متر يعني ثلاث ثلاثة متر سنتيمتر العرض. في ارتفاع واحد ونص متر يعني مية وخمسين سنتيمتر. تمام? رزيليوشن بتاعي طبعا مش هيكون تلتمية. هيكون اه زي ما ترككم ستين يعني من ستين لتين وسبعين. طيب نيجي بعد كده حاجة اسمها او نمط الالوان. طبعا انا عندي اه قاعدتين لونيولتين مهمين جدا في التعامل جوة برنامج فوتشوب. وان شاء الله هيكون في سلايد هشرحه عن انظمة الالوان جوة برنامج الفوتشوب. بس مبدئين كده خلنا نتكلم بسرعة عن كرار مود. كرار مود انا عندي غالبا فيه نظامين او تلات انظمة مشهورة جدا. فيه نظام اسمه نظام اسمه ده نظام ابيض واسود. لو انت هتعمل مطبوعات فيها ابيض واسود فبتختار ارجي بي دي نمط الوان بتستخدمه لما تكون هتعمل تصميم دي علاقة بالويب. يعني انت مسلا هتعمل مسلا تصميم تعوده على السوشيال ميديا. هتعوده مسلا على الفيسبوك تولير اصحابك على الموبايل بتاعك او التابلت بتاعك فهتتستدم نمط الالوان ارجي بي. طيب لو هتطبع الملف ده لو انت مسلا هتعمل تصميم الغلاف كتاب مسلا او الكرته شخصي هتطبعه. فلازم تختار نمط الوان سي ام واي كي. يبقى تاني زي ما قلنا سي ام واي كي للطباعة ارجي بي بيكون للويب وجلاس كي اللي بيكون للمطبوعات اللي فيها ابيض واسود. طبعا سي ام واي كي اكيد طبعا مطبوعات الوان. وبنختار هنا رقم دي تايما غالبا تمانية بت. طيب وتعال دلوقتي مسلا نفتح كده مقاس سريعا كده بوحدة البيكسل. نختار مسلا مقاس مسلا الف بيكسل في الف بيكسل. وده مقاس البوست عصوش ميديا بالمناسبة يعني. الوزيوشن يكون مسلا 300 بيكسل لكل انش. ونمط الطبعه يكون او نمط الوان يكون ارجي بي. واحعمل هنا كريات. طبعا باقي كلام ده مهمنيش يعني. بس انا بعم كريات كده هتلاحز هنا من فوه هنا في هنا مجموعة من في كيمة في كيمة في كيمة اه اه الحاجات دي كلها. ايه الحاجات دي كلها. طبعا مسلا ندوس هناك كلمة على كلمة فوتو. لما ندوس مسلا على كلمة فوتو او سكشن متاع فوتو هتلاحز هنا في عندك اكتر من شكل. دي هنا بيديك مقاسات مشهورة في الفوتو او الصور. الناس اللي بتشغيل اه فوتوغرافر. يعني فيه مقاساتها بتكون مشهورة جدا مع الفوتوغرافر. طيب مسلا ناس اللي بتشغيل في البرنت او الطباعة فبتجنا فيه مقاسات مشهورة جدا زي مسلا مقاسة ال وقت لا ي digital كلنا ععيفين هو będzie Karl only what case of the tape whichуется وقت الطبعة العالية ومقاسات مسلا A 5 ومقاسات مسلا ال بي ثري مقاسات الكتب اللي هو البيهات دي بي ثري بيما في الحاجات دي. اه فكل الحاجات دي بتكون مقاسات مشهورة. فانت بفدى بدلا مسلا ما تحفظ مقاسة الاي فور بكاما. انت مش عارف مسلا مقاسة الاي فور بكاما. فبتروح البرنت هنا وبدوس على عاجمة اي فور. فبتلاحز عندك الويتس والهايت ايه. اوتوماتيك نزل معاك المقاس ده. طب مسلا عازبت مسلا يعني يعني العميل قالك اعمل لي غلاف كتاب مسلا مقاسة بي فور. لما بتروح للبي فور بدوس كليك عليها كده فبتلاحز هو ايه هو اوتوماتيك نزل لك المقاسات بالعدل البي فور. نفس الكلام ارت اندرستريشن. اه الوب الموبايل. الحاجات دي كلها. فالعاجات دي كلها بتكون مقاسات مشهورة متعرف عليها. ولكن انا بالطبع مش هفتح المقاسات دي خالص انا هفتح مقاسات اه اه ا اه انا عايزها اختل واحدة بيكسل. واختل العرض الف في الف بيكسل. وهي ارودزيشن تكون تلتمائة لكل بيكسل لكل انش. وعمل هنا كرييت. فلتلقص فتح معاك مقاس مربع بالمنظر ده طبعا لو قايمة ليرز عندك ليتها مش ظاهرة في بدوس كليك عشان تظهر القايمة بتاعات الليرز وهنبدي دلوقتي نشرح مجموعات الأدوات الكلوزد شيب تول